بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلاب الصف الثاني عشر متقدم أهلاً ومرحباً بكم في درس من دروس مادة الحياة درسنا اليوم عن جهاز الوضط الصماء في جسم الإنسان أولاً دعونا نستعرض أهداف هذا الدرس أن تفسر أهمية جهاز الوضط الصماء إلى جانب الجهاز العصبي لتنظيم مظائف الجسم أن تفسر لماذا تتأثر بعض خلايا الجسم دون غيرها بالهرمونات أن تقارم بين أنواع الغدد الثلاثة في جسم الإنسان أن تذكر تعريف الهرمونات والخلايا المستهدفة أن تعدد الغدد الصماء في جسم الإنسان وما تفرزه من هرمونات لنبدأ درسنا اليوم بسؤال وهو لماذا الاحتياج إلى جهاز الوضط الصماء على الرغم من وجود الجهاز العصبي للحفاظ على الاتزان الداخلي لماذا يحتاج جسم الإنسان إلى جهاز الوضط الصماء على الرغم من وجود الجهاز العصبي للحفاظ على الاتزان الداخلي هذا يعود إلى سببين أولا أن التنظيم العصبي لا يصل إلا إلى عدد قليل من خلايا الجسم لا يصل التنظيم العصبي إلا إلى عدد قليل من خلايا الجسم ثانيا أن التأثير العصبي يدوم لفترة قصيرة في حين تحتاج الكثير من العمليات الحيوية بالجسم مثل النمو إلى تنظيم طويل المدى يدوم التأثير العصبي لفترة قصيرة في حين تحتاج الكثير من العمليات الحيوية بالجسم مثل النمو إلى تنظيم طويل المدى ولكن كيف يقوم جهاز الغدد الصماء بدوره ووظيفته؟ يقوم جهاز الغدد الصماء ووظيفته أو بدوره في التنظيم الداخلي عن طريق إفراز الهرمونات عن طريق إفراز الهرمونات لكن ما المقصود بالهرمونات؟ ما هي الهرمونات؟ الهرمونات هي رسائل كيميائية تفرزها الغدد الصماء وتنتقل عبر مجرى الدم لتصل إلى خلايا محددة في الجسم تسمى الخلايا المستهدفة هي عبارة عن رسائل كيميائية تفرزها الغدد الصماء وتنتقل عبر مجرى الدم لتصل إلى خلايا محددة في الجسم تسمى الخلايا المستهدفة ما المقصود بالخلايا المستهدفة؟ خلايا المستهدفة هي خلايا محددة في الجسم تحتوي على مستقبلات خاصة بالهرمونات وما نتيجة ذلك؟ نتيجة ذلك أن هذه الخلايا المحددة تتأثر دون غيرها بالهرمونات إذن فالخلايا المستهدفة هي خلايا محددة في الجسم تحتوي على مستقبلات خاصة بالهرمونات لذلك تتأثر هذه الخلايا بالهرمونات دون غيرها وتعريف الهرمونات أو ما المقصود بالهرمونات والخلايا المستهدفة من النقاط الهامة موضع الأسئلة يمتلك جسم الإنسان ثلاثة أنواع من الغدد أولا غدة قنوية وهي غدد تفرز إنزيمات غالبا تفرز إنزيمات وتصب إفرازها في مكان محدد عبر قناة تصب إفرازها في مكان محدد عبر قناة لذلك سميت قنوية مثال على ذلك الغدد اللعابية الغدد اللعابية وغدد لا قنوية أي غدد صماء وهي تفرز هرمونات غالبا وتصب إفرازها مباشرة في طيار الدم بدون قناة لذلك سميت لا قنوية أو صماء ومثال على ذلك وليس حصرا الغدد النخمية وهناك نوع ثالث من الغدد يجمع بين الاثنين غدد قنوية ولا قنوية وتسمى في نفس الوقت غدد مزدوجة حيث تفرز إنزيمات وهرمونات تعتبر قنوية لأنها تفرز إنزيمات عبر قناة ولا قنوية لأنها تفرز هرمونات في طيار الدم مباشرة مثل غدد البانكرياس كما سنعلم لاحقا تمرين على النقاط السابقة سؤال ما هي آلية عمل الهرمونات وهو من الأسئلة الهمة ما هي آلية عمل الهرمونات فكر قليلا إجابتنا إجابة هذا السؤال الهرمونات رسائل كيميائية وتفرزها الغدد الصماء بطبيعة الحال وتنتقل عبر مجرى الدم لتصل إلى خلايا محددة في الجسم تسمى الخلايا المستهدفة إذن فهي تنتقل عبر مجرى الدم حتى تصل إلى الخلايا المستهدفة سؤال آخر علل تتأثر بعض خلايا الجسم بالهرمونات دون غيره علل تتأثر بعض خلايا الجسم بالهرمونات دون غيره نترك وقت للتفكير الإجابة لأنها خلايا محددة في الجسم تحتوي على مستقبلات خاصة بالهرمونات خلايا محددة في الجسم تحتوي على مستقبلات خاصة بالهرمونات طبعا السبب الرئيسي أنها تحتوي على مستقبلات خاصة بالهرمونات لنستعرض الآن بعض أهم الغدد الصماء في جسم الإنسان وما تفرزه من هرمونات ودور كل هرمون أولا تحت المهاد تحت المهاد وكما نعلم هو جزء هام جدا من الجهاز العصبي المركزي وفي نفس الوقت يعتبر غد لأنه يفرز هرمونات هرمونات يتم إفراضها من النخمية الخلفية هل تذكر؟ نعم مثل هرمون ADH الذي ينتج في تحت المهاد ويتم إفراضه من النخمية الخلفية وكذلك هرمونات تنظم عمل النخمية الأمامية هرمونات تنظم عمل النخمية الأمامية الغدة الصنوبرية الغدة الصنوبرية وتفرز هرمون يسمى الملاتونين الملاتونين وهو ينظم الأماط البيئولوجية وهي النوم واليقزة ينظم الأماط البيئولوجية وهي النوم واليقزة الغدة الثالثة هي الغدة النخمية والغدة النخمية تنقسم إلى غدة النخمية خلفية والغدة النخمية أمامية اليوم سوف نتحدث عن الغدة النخمية الخلفية تفرز اثنين من الهرمونات تمام الهرمون المانع لإضرار البول سبق دراسته وهو يقوم بضروف التنظيم الإسموذي والهرمون الآخر الأكسيتوسين الهرمون المانع لإضرار البول ADH وهرمون الأكسيتوسين الهرمون المانع لإضرار البول تنظيم عملية إعادة انتصاص الماء عبر الكليا أما الأكسيتوسين فهو يحفز انقباض عضلات الرحم والغدد اللابنية الأكسيتوسين يحفز انقباض عضلات الرحم والغدد اللابنية هذه هي هرمونات الغدى النخمية الخلفية الهرمون المانع لإضرار البول ADH ويقوم بتنظيم عملية إعادة انتصاص الماء عبر الكليا وهرمون الأكسيتوسين الذي يحفز انكباض عضلات الرحيم والغداد اللبنية مع تمانيات لكم بالتوفيق وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله